دكتور سعدون الساعدي مرحبا بك ضيفا من بغداد هل إشارات التصعيد هذه الحاصلة خلال تقريبا 48 ساعة تشي بأن هناك علاقة ما بين دعوة رئيس الوزراء إلى حوار وطني ومحاولة إفشال مثل هكذا دعوات بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى ضيفك الكريم ويعني نعزي عائلتي الشهيد جاسب ويعني أنا سمعت حقيقة إلى تقريركم وإلى حديث الضيف الآخر يعني أنا أقول يعني إحنا دولة ويفترض هذه الدولة فيها نظام سياسي لكن مع الأسف يعني يجب أن لا نحمل يعني حكومة انتقالية بفترة لا تزيد عنها أشهد نحملها مسؤولية نظام يعني ارتكب أخطاء منذ عام 2003 إلى يومنا هذا مسألة الاختيالات ليست حديثة العهد وإنما هي يعني قبل حكومة الكاظمي كانت يعني أنت تعرف حضرتك حوالي 700 شهيد يعني سقط في التظاهرات بين المتظاهرين و25 ألف جريح وظهرت ما يسمى بالطرف الثالث يعني من الصعب جدا أن نحمل حكومة انتقالية مسؤولية ذلك ولكن أيضا بذات الوقت على السيد لماذا نحمل المسؤولية دكتورة إذا ما حملها للحكمة؟ أن يتحمل لا 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 قصد لا تحمل مسؤولية بس قصدي المشهد السياسي الآن في العراق أخذها مني يعني أنا مسؤول عن كلامي المشهد السياسي الآن في العراق سيتصاعد وسيتفاقم لأننا كل ما تقدمنا إلى موعد الانتخابات ستختلط الأوراق يعني بطبيعة الحال يفترض إحنا دولة ونظام سياسي وعدنا سلطات قضائية وعدنا سلطة فيدي وعدنا سلطة شريعية من يفتك بجرم يعني على القضاء أن يحقق وأن يكتشف الفاعلين أنا حقيقة ولو أنا يعني كاختصاص يعني علاقات دولية ولكن حقيقة الحلقة تغيرت بفعل الأحداث التي حدثت أنا أقول يعني الحكومة إن كانت لديها معطيات وإن كانت لديها يعني أدلة ظرفية ومكانية على أشخاص قاموا بهذه الاختيالات وهذا القتل وهذا الترهيب عليها أن تقدمها للقضاء والقضاء يتحمل مسؤولياته أما مسألة يعني مسألة يعني صمت حكومي زائدا يعني غليان شارع واتهامات متبادلة أنا أقول لا نصل إلى نتيجة حقيقية يعني سواء كانت بحادثة لكن دكتور أنا أفهم عليك دكتور سعدون أنا أفهم عليك يعني أنت تقول نحن يعني في ظل دولة وهذه الدولة ينبغي أن تأخذ مؤسساتها واجباتها القانونية والدستورية المؤسسة القضائية شكل والمؤسسة التنفيذية شكل والتشريعية لكن دكتور نحن أمام حالة طوارئ نحن أمام شكل من أشكال الفلتان نحن أمام جريمة منظمة وعصابات تغتال وتختطف وتوصل رسائل تهديد ألا يتطلب ذلك إجراءات استثنائية موازية بدل أن ننتظر يعني إجراءات تعتمد مبدأ الفصل ما بين السلطات أنا هذا ليأسأله نعم نعم لا أنا أعطيك الدليل يعني أنت دو يعني زيارة يعني شوف الفرق بين الحالتين زيارة بحجم زيارة الباب الفاتيكان إلى العراق وهذا التنقل المريح من حافظات الجنوب إلى بغداد ثم إلى شمال العراق وحتى مدينة الموصل وكانت الحكومة يعني في غاية السيطرة الأمنية على البلاد أكو فرق أكو فرق ما بين عدو منظم أمامك يعني بحرب نظامية وأكو فرق ما بين منظمات سرية يعني حضرتك لو تعرف أنا لست مدافعا عن السلطة أبدا ولكن أقول يعني فرنسا في جلالة قدرها وألمانيا ودول أوروبا الغربية في فترة السبعينات يعني منظمة باجر ماينهوف أقلقت ألمانيا برمتها منظمة الألمية الألوية الحمراء حتى وصلت إلى مقتد رئيس وزراء إيطاليا وحوالي سنوات عدة ولم تفلح الحكومات بالقضاء عليها أنا أقول أكو فرق بين الحالتين وعليه هذه الجريمة المنظمة الموجودة الآن بحاجة إلى جهد استثناء كبير يعني بحاجة إلى يعني ليست مثلا هو مثلا قتال نظام حروب نظامية عندنا مثلا جهاز مكافحة إرهاب أو جيش عراق أو شرطة تحادية مثلا تقاتل عدو معلوم كما قاتلت داعش يعني أو كما شركت في حروب عديدة هذا يعني منظمات سرية يعني القاتل يعني ربما يعني شبه مجهول لكن السؤال يعني ما أعتقد يعني من الحكمة ماكو قاتل بس أطيني ملاحظة أي كمل فضل فضل دكتور بس أطيني ملاحظة يعني أنا حسب بوشت نظري أنا أقول يعني من الجهالة بمكان أن يكون رئيس الحكومة لديه معطيات ولا يذهب بها إلى القضاء أو ربما في مؤتمر يعني إعلام أو تحدي كبير نعم تحدي كبير هو قبل يومين أو البارحة فتح حوارا جديدا دعا فيه كل مكونات الشعب العراقي والشباب العراقي المنتفوض وغيره إلى حوار بناء لإعادة يعني بنية النظام السياسي في العراق دكتور دكتور كونك أستاذ كونك أكاديمي في علم السياسة هل تعتقد هناك جهات تتعمد التصعيد لضرب مثل هذه المبادرات خلينا نسؤل في سياسة شوية نطلع عن الموضوع يعني بالتزامن مع هذه الدعوات بالتأكيد نعم يعني خلق نوع من البلبلة لا استقرار وبالتالي نضرب أي شكل من أشكال المبادرات هذا ممكن نعم السيد نعم نعم ممكن جدا السيد مصطفى الكاظمي نعم هو رئيس وزراء العراق ولكن مشكلة السيد الكاظمي هو يقاتل بلا سلاح يعني يقاتل بلا سلاح لا أقصد قوات أمنية وعسكرية وإنما يتخذ قرارات بدون غطاء برناء يعني ليس لديه كتلة سياسية داخل البرلمان تحمي قراراته فهمت قصد أنت وبالتالي هذه الكتلة السياسية أيضا لديها مصالح وأيضا هناك بعض الجهات تخلط الأوراق وبعض الجهات بالمناسبة لا يروق لها أن ينجح الكاظمي في مهماته وعليه الفترة القادمة أن أقول سوف تكون أصعب وأشد فتكا بالعراق والعراقيين أريد أرجع لماذا لأن نعم بعض الرتان دكتور ترجمة نانسي قنقر